عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة هذا وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء الدكتور عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء النائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف كما تم انتخاب كل من الدكتورة مارغريت صاروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني عقاد لها